في سيرة عطرة عقد من الدرري تحكي جواهره عن طيب الأثري طيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبت لتضيء كالقماري في سيرة عطرة سيرة اليوم أيضا سيرة عطرة في موكب النور في ميادين الدعوة رجل طاف أرجاء الدنيا نشأ في المجمعة وعاش في الرياض بدأ حياته العلمية والتعليمية في هذه البلاد المباركة له علاقة بالعلماء والدعاة بذل ولا زال يبذل بالرغم من فقد بصره والمرضى الذي أقعده لكنه لا زال يتمتع بالحس الدعوي والعلم والتعليم إنه ضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي تابعوني على مدى حلقتين كالقمر بسيرة عطرة ضيفنا ولد في محافظة المجمعة عام 1358 هجري وتلقى تعليمه الابتدائية في المدرسة السعودية في المجمعة والتحق بالمعهد العلمي بالمجمعة عام 1374 وتخرج فيها عام 1380 هجري ثم انتقل إلى الرياض للدراسة في كلية الشريعة عام 1381 وتخرج عام 1384 هجري وتلقى العلم على عدد من العلماء أبرزهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وسماحة الشيخ عبدالله بن أحمد والشيخ حمود توجري والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمهم الله جميعا وبعد تخرجه من كلية الشريعة عاملا في سلك التعليم في الأحزاء ثم انتقل إلى معهد المعلمين ثم إلى كلية المعلمين ثم جامعة الإمام وظل فيها حتى توقف عن العمل الرسمي شارك في الإعلام منذ عام 1387 هجري تقريبا وله عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي نبحر في ذكرياته ونغوص في ماضيه ونشهد وإياكم بقية سيرته وذكرياته العطرة خلال حلقتين بإذن الله حياكم لصاحب الفضيلة الله يحييكم الله يحييكم لعلنا الشيخ محمد نبدأ بالمولد والنشأة وظروف الحياة في تلك الفترة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي حقيقة الإنسان يفرح بوجوده على هذه الأرض الإسلامية التي عاشها عاش عليها الأعباء والأجداد الذين عرفوا بعقيدتهم السلفية الصحيحة ولذلك بمجرد أنا عرفت الحياة الأولية نعم أدركت القيمة التي من أجلها فرحت نشأتي أو قل بدء ولادتي كانت في عام 1358 هجري نعم وهذا تقديرا لأنه لم يكن معروفا في التاريخ تاريخنا الأول وأيامنا الأولى ما فيه شهدات ميلاد ما فيه تسجيل موليد ولا لكن هذا تقدير من أحد الأخوة الذين كله بتقدير الأعمار لدى من يتقدم الحصول على ما يسمونها التابعية نعم المهم ونشأت منذ ذلك الحين نشأة والحمد لله إسلامية نشأة وكان كان فضل الله علي ومنه أن تفقت في والدة كانت تعلمت نشأة فضائل الأخلاق وصحة الاعتقاد من والدها رحمة الله عليه إبراهيم أهل مرحم نعم وقد جاء هو هارباً بدينه وعقيدته نعم من بلده التي كان يعيشها في وقت نشأته الأولى نعم وحط ركابه في البلدة المجمعة نعم وكان يتنقل بين الركاب الذين يمرون في الطرقات يركب مع هذا أو ينزل مع هذا وذات يوم إيه اشتد به الأمر وتعب نعم فرآه أحد الأخوة الصالحين إن شاء الله من الأعراب في خيام السود التي نعرفها نعم بيت الشعر نعم نعم فضمه إليه وقال تعالى عندنا ذاك الوقت كان عمره صغير ما كان كبير حتى يرهبه الناس في حدود يا شيخ تقريباً عمر هو الله عالم نعم لم يتزوج بعد نعم نعم جدي رحمة الله عليه كان في صلاح عجيب لأن أقبل على الدين إقبالاً شديداً هذا الشيخ إبراهيم ملحم نعم وصادف علماء صالحين في المجمعة في ذلك الوقت صادفهم وهم أشد ما يكونون تمسكاً بالدين والأخلاق فأخذ عنهم جديد الكثير ووالدتي رحمة الله عليها كانت تتوقف منه نعم كل ما يبوحبه من كلام حول العقيدة والأخلاق وإلى آخر والأخلاق هذا أول ما كان من حظي الطيب وكان حظاً ولله الحمد ما شاء الله أسعفني الله به حتى عرفت أنه لا بد لنا من عقيدة سلفية سليمة وأن كل ما يلد علينا من والدات من خارج بما يعارض ديننا وعقيدتنا نرفضه مباشرة ولو كنا في صلح الشباب ولو كنا صلح العرب الوالدة متعلمة يا شيخ؟ أبداً سبحان الله لكنها اكتسبت من الوالد أي وبعدين يا أخي رأيتها وسمعت كلامها قلت هذه عندها دكتوراه لأنها سبحان الله في تطبيقها العملي للإسلام يدل ذلك على أنها أخذت الحياة من أصولها وقواعدها التي عرفتها من أبيها إبراهيم رحمه الله تمرت الحياة الأولى بمعها وكانت تلزمني في الزمانات أولها المحافظة على الصلاة في المسجد ما في صلاة في البيت في المسجد في المجمعة هذا؟ نعم وكانت جماعة المسجد يشجعونني على ذلك و كذلك لما بدأ التعليم الأولي الكتاتيب سارعت إلى أمري فلتحق بها فلتحقت بمدارة الكتاتيب لكن شيخ حول الكتاتيب أنا أظنك يا شيخ تأخرت في الدخول على الكتاتيب إلى أن وصلت عجر سنوات نعم وش الأسباب يا شيخ؟ الكسل الكسل وفي نفس الوقت يعني أنت عارف اللعب على الأطفال كان يأخذ تلابيب الطلاب والشباب نعم وكان الناس يتبارون فيها في اللعب اللعب اللي بين الشباب نعم لكنه الحمد لله لعب شريف ما شاء الله ونظيف وبعيد عن أي مؤثرات الانحراف الحمد لله شيخنا حول قضية تقدير العمر أنا أظنك كان في واحد في المجمعة اسمه الشيخ عبد العزيز التويجري أو شيء من هذا كان هو المسؤول يقدر العمر يشوف الطول يشوف ما شاء الله القوة والجسامة ثم يقدر العمر أربع خمس سنوات ست سنوات أنا سأتي وأنا الحمد لله أمتاز بجسم كبير طويل ومصحة جيدة فهو رآني في هذه الحالة وحكم أنني كبير وللعمر يمكن يكون أقل بالله الظاهر لكنني الحمد لله مسكت هذا الحد وكنت أقول به كل ما تسألوني قلت عمولي من عام كذا كذا طيب تذكر الزملاك في الطفولة يا شيخ في ذلك الوقت وأجد كثير والله يا شيخ أنا أذكر أذكر منهم من المجاورين لنا في الحي في البلد أذكر منهم واحد اسمه حمد الثميري نعم حمد رحمة الله عليه هذا من خير شبابنا كان يكبرني هو الله عالمي خمس سنين أو أربع سنين لكنه متواضع لنا إلى حدنا كان هو واحد من أثناننا ما شاء الله وكان من بين السباب اللي عيشتهم أيضا أبو واحد ابن عمه اسمه عبد الرحمن ابن عبد العزيز الثميري ما شاء الله وهذا الآن موجود الحمد لله ما شاء الله وعلى تواصل معه شيخ هذا جدا سبحان الله ألا أنا بحقيقة بالنسبة لي معارفي أي من الشباب ما أضيعهم ما شاء الله كان من بين الشباب الذين عشتهم وإياهم في سن الطفولة والشباب الأول الدكتور محمد الجعوان نعم محمد بن ناصر الجعوان نعم هذا زاملته في الابتداء وفي الثنوي وفي الجامعة حتى تخرجنا وكان من ضمن معارفي في وقت الشباب الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي نعم هذا الوزير 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 نعم وكان هذا الردل مثالا ما شاء الله في الدين والأخلاق والمروءة ويعني لا يرى لنسلي حقا بل إنه يحب الصالحين ويتقرب إلى الله بهم ما شاء الله وله علي فضائل كبيرة خاصة بعدما صار تنظيم أصدره وزير المعارفة السابقة والأسبق اللي هو عبد العزيز خويطر نعم أنه جميع الذين يعملون في الكليات المتوسطة يجب أن يحولوا إلى كادر الجامعة نعم وإلا يتحولوا إلى التعليم العام نعم إيه طيبة أنا قسنا ما بين التعليم العام والجامعة بكادرها من حيث الراتب نعم وجدت أن راتب الجامعة أقل من راتب التعليم العام ذاك الوقت نعم وأنا كنت وصلت إلى المستوى السادس ما شاء الله بعدما حصلت على الماجستير نعم أنا رفضت هذا المقترح المقترح رفضته ولاحظ ذلك في الدكتور عبدالله التركي نعم فهو كان ذاك الوقت مدير الجامعة أول مدير الجامعة هو عبدالله التركي نشأت في عهدي هو الذي أنشأها إيه الله وليت كل من تولى مثل هذه مؤسسات العلمية خاصة أنه مثل عبدالله التركي الله إخلاص وجدية وإدارة وشيء فضيع فضيع حتى إن هذا الصرح العظيم له جامعة الإمام نعم كان حقيقة من فضل الله ثم جهوده الخاصة كان سافر إلى مصر وإلى بلاد أخرى وعرف الجامعات وكيف يعني تقسيماتها وجاء بأفكار ويستفيد هو من العلماء والخبراء الذين لهم دور في التعمير نعم شيخ محمد أرجع بس إذا سمحت لي شيخ بالمجمعة الكتاتيب أنت لما دخلت الكتاتيب وش كان نظام الدراسة في ذلك الوقت؟ والله هو أستاء مدرس يدرس يدرس في المسجد ولا في البيت؟ لا في يعني في البيت ايه او قول في دار علم هم خصصوها للتعليم ايه اذكر فيها وحدة هذه غرفة وحدة ايه كانت في موقع اسمها العجدة العقدة العقدة ايه ايه والعقدة هذه هي يعني مقر او حول بيت الشيخ عثمان الصالح ايه نعم عثمان هذا أخو عبدالعزيز الصالح الله الحمد الذي كان رئيس المحاكم في المدينة وإمام الحرم النبوي وإمام الحرم النبوي نعم على كل ايه مدرسة هذه وحدة ضمت مساء الله ذلك الشباب ولدي الشتة القارس كل واحد مننا يجب اللي يقدر عليه من الوقود اكل لا وقود وقود اه حطاب وغيره ايه فأنا أعرف أننا نجيب السعفة الطويلة دي ايه الواحد يصحبها من بيتهم وليد يوصلها عندهم ندتها وقال له شبه وضو للتدفئة بالتدفئة و جاسر على الأرض يا شيخ ولا فيه كراسي وطاولات نعم فيها بعدين صالح يحطون مقاعد ايه يبنونها ونجس عليها كأنها كراسي كم العدد تقريبا في الفصل الواحد او لا ما فيه فصل هو فصل واحد كلكم ايه ايه يعني انا اذكر زملائي اذا كروك تتحدد العشرين ما شاء الله ايه واش تدرسونه شيخ المواد وشان هي قرآن و ما ذلك اللغة العربية فقط ايه المواحد ولا اكثر من المعلمين واحد ايه وفيه السبورة يكتب عليها ايه طبعا حاطنا سبورة ونحن عاد نصنع الحبر ايه في بيوتنا ايه ايه نعم الحبر دوات وريشة لا ما هو دوات ايه كيف نصنع الحبر كيف يا شيخ ايه اللي لن طلب او دول في البيوت والزيت بالزيت ما بالزيت بال بالقاز الغاز ايه هذا هذا يحطه في الكوة ايه ويصير لها اه يعني سنة ايه سنة اسود اذا تجمع نعاقذنا حكنا حك حطنا فماية وكونا من حبر أسود أسود الله على القرامة نأخذ عوض نبره ونكتبه اللوح خشبي خشبي أوه الواحد كل واحد مننا عنده لوح على حسب قدته ونشاطه نشاطه هاللوح ما شاء الله نكتب عليه ما شاء الله ونكتب ونمحه بس تدري أن هذا الذي نكتبه في اللوح أنها أثبت في قلوب من المكتوب لازلت تذكره حتى الآن يا شيخ الله أكبر نعم أذكره كم جلست في الكتاتيب يا شيخ؟ والله يمكن سنتين أي أو حوالي السنة وش المظلة هالله مثلا يعني الجامعة الوزارة وش المظلة العلمية ولا شيء ولا شيء أبدا الله الله مطوع المسجد مطوع المسجد معناته ما في الشهادة حتى أن وديتي رحمة الله عليها أي قالت أعزم المطوع أي أخذت جزء عمه أي نعم بالنظر طبعا نعم قالت أعزم على قهوة أي أنا رحت قلت وقلت له المطوع الله رحمه هذا اسمنا عبد الرحمن جوسف أي قلت يا شيخ يا مطوع أمي تقول أعزم المطوع أي قال السمع وطع ما شاء الله قامت أمي رحمة الله عليها وسوت أنها دلة حليب أي وبريق شاهي ودلت قهوة وجاوتها كمدخن حطت على ذلك كسرة العود اللي لو يوجد اليوم ممكن نباعها بالفريال ما شاء الله ما شاء الله عود عجيب ممكنك تذكرها الآن أي كانها قريبة نعم حتى ريحت أي ريحت بعيد ما شاء الله ما شاء الله المهم جاء عندي في البيت الشيخ المطوع ذا وجلس خبيناها القهوة يوم خلص أنا جثني أمي الله رحمة من داخل قال تعال خذ هذه ريالين ريالين أي صد خذ عطه المطوع قل تفضل تر ما هم جزاك جزاك الجنة الله أكبر حب رأسه وقل لها الكلام توصيك أوه والله كان لها وقع في نفسي إلى الآن اتذكرها تكريم العلم والعلماء لا إله إلا الله ولا عندها إلا الله ثم هذا هالريالين الظهر حابستن لحاجتهم أسعدتنيها على المطوع عطها الشيخ أي هي كمكافأة أي أهدية والله يا أخي هذه هذه حالة أذكرها الوالدة رحمة الله عليها لأنها امرأة تنظر من بعيد ونحن ننظر من قريب الله أكبر طيب يا شيخ الوالدة اللي واضح أنها مؤثرة تأثير كبير جداً في مسيرات حياتكم العلمية طيب بعد الكتاتيب يا شيخ الوالدة طلبت منك أنك تدخل تعليم النظامي؟ طبعاً هذا أذى من مسلمات لأن لأن التعليم النظامي ما هو خاص بأفراد قليلين لا وإنما لكل أولاد الحي المنطقة كلهم يلبسون ثيابهم ويأخذون شناطهم ويمشون المدرسة والمدرسة اللي يدخلون فيها تأخذهم وتربيهم وإذا قصر أحد في شيء جلدوه جلد ما هو بكلام تذكر اسم المدرسة يا شيخ أنت اللي درست فيها؟ نعم السعودية اسمها مدرسة السعودية؟ أو السعودية الأولى؟ لا السعودية ما بعصر أولى ولا ثاني إيه المدرسة السعودية أيوة ومديرها من كان؟ مديرها ذاك ركت الله وين هو؟ الصالح أو الحقيل؟ أه لا عثمان الحقيل عثمان الحقيل رحمة الله عليه أذكر إنسان ولو أن بعد يعني ما قصر عني إذا شديدا عليك؟ أوه مرت مرات قال هم يجتمعون كل يوم خميس إيه الطلاب يصفون صف واحد إيه وينشدونهم من شهودة إيه وإذا صار فيه عندهم خطر أحدا الطلاب أو لشي إيه نادوه من الصف إيه ناداها المدير وقال تعال أجلس بالطقة بجلدة جد بسيط يعني فأنا من الذين قالهم أجلس إيه قال أجلس إيه قلت أصبر خلاء أب العريجي إيه هذه أثرت في نفسك إيه قال أجلس إيه قام أخذ أرفع لجلي ولما أهلوحا طول متر فركة؟ لا لا إيه لا على الأرض الجارس إيه طق رجلي أول مرة وأنا أطمر ما أفسه عذاك روكد إنشيط إيه تحل تحل وأنا رحت أمشي وأركض وأضحك قالوا ترح يضحك أستاذ ينطوع أي يضحك قلت لنا أنا والله العظيم أنا 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 طيب 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 هذه النقطة وبنأخذ فاصل ثم نعد بإذن الله عز وجل نعم أيها الإخوة فاصل ثم نعدو إليكم ابقوا معنا مرحبا بكم مرة أخرى في ذكرياتي مع صاحب الوضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي حياكم الله شيخ محمد مرة أخرى حياكم الله شيخ وقفنا قبل الفاصل على قصة المدير اللي ضربك على رجلك أو فالك وانحجت يا شيخ لو تذكرون القصة هذه بالتفصيل الله يحييك أنا قلت إن الشيخ عثمان بن حمد الحقير رحمة الله عليه إيه هذا طبعا توفي من قريب نعم وان عمر أقارب المئة الله مستعان نعم و هذا الرجل كان مربي مثالي وعقيقة يعني لا يضحك مع أحد ولا يجامل أحد جد نعم ولا يعني يعني يقدم ويؤخر لأي غرض من أغراض على كلين ايه هذا الرجل مشى مشى معنا ومشى أنا معه حتى تخرجت من الامتدائي ورحت الثانوي ورحت الجامعة وبدأت في إلقاء المحاضرات والخطب سمعني مرة وأنا أتكلم في موضوع يعني حساس جدا ايه في مصار الإصلاح و اين قال لا إله إلا الله هذا الذي كنا نظن أنه لن يكون شيئا صار على هذا المستوى ما شاء الله ايه والله أنت التقيتاه بعدين يا شيخ هو شيخ يعني تواصلت معه نعم فالرجل الحقيقة الذي يراه يعرف جهوده ونشاطه يقدر له هذه الشخصية ما شاء الله والمعلمين اللي في تلك الفترة تذكرهم يا شيخ اللي درسوك كثير ما شاء الله إذا تذكر منهم أحد أذكر منهم واحد اسم محمد محمد بن عبد الرحمن الدرعب الزبار ايه واحد اسمه السليمان السليم نعم الله رحمه الله توفي عبد الرحمن الصالح نعم ومجموعة من المعلمين وش المواد اللي تدرسون يا شيخ في تلك الفترة ومحمد بن ناصر التويجري المواد هي مثل ما قلت لك القرآن في النظامية ايه القرآن والتاريخ واللغة العربية ما فيه يعني لكن فيه كتب فيه مناهج موجودة طبعاً وفيه اختبار نهاية العام شيخ مستواك كيف كان في الدراسة ما شاء الله اذكر لك قصة اللي فات وانا مقدم الاختبار ايه مع هذا المجمع العلمي ايه كان عندنا ذاك الوقت اسئلة العقيدة ايه نعم في التوحيد ايه وكان جاهنا اسئلة حال حقيدة السلط في المنصفات نعم في الحقيقة الحمد لله يعني الى اهضم المادة واحفظها ما شاء الله واذاكر قبل ما ادخل الاختبار ايه خدت الورقة حقيقة المتحان قدام في وسط زملائي مجموعة ذا كربة حدود العشرين أو خمسة وعشرين وكنت بتسم فرحان بالأسئلة على المطلوب وأنه أقدروا تجاوب عليه إن شاء الله كلها واحدا من الزملاء طلاب يطال عن إيه إيه يطال عن إيه أنت يعني الناس الحين يكادون يبكون من الصعوبة من الصعوبة وانت تبتسم إيه قلت يا أخي الله عطاني الحمد لله جاء واحد من دلس الله يرحمه يراقب علينا مصري وجلت جنبي على الكرسي المجاور إيه إيه قال الجهن بن صفوين إيه من هو هذا قلت يعني أنت أستاذنا وتغششنا أنا ما أغشش أنا إيه قال إزاي أغشش أنا أسأل عنه علم علم قد خلني أقولها إن شاء الله لك بعد ما تنتهي الاختبار المادة والاختبار فيها الله يرحمه الله يرحمه نعم الرجل كان هو مفسر للقرآن الكريم في ثلاث مجلدات أسمه محمد محمود الله يرحمه من شيخ الأزهر إيه وطويل و لكنه لا يبارى مرة كان جالس درسنا التفسير إيه ف كان بقراركم من تفسيري إيه كانت تفضل فتح على آية في قولي وهي قوله تعالى وهو الذي في السماو إله في السماو إله وفي الأرض إله أي موجود توقف يا شيخ وقف إيه موجود هذه خطأ لأنه موجود في كل مكان نعم ربنا جل جلاله بعلمه وحكمته ورحمته بالعبادة أما تقول لي أنه موجود هذه بتلغي فيها عقيدة التوحيد الخالص لكن أهل السنة والجماعة قالوا في تفسيرها أي معبود ومألوه في السماوة والأرض قال حقا الحق معك وأنا خلاص إن شاء الله إذا طبعت الطبعة الثانية أبعدلها على ضوء ما قلت أنت يا شيخ كنت يعني عندك معلومة للفطرة ولا فطرة عندي معلومة أنا أما قلتك أنا نحرص على عاقدة السلف نحن صعر التحقيق ما شاء الله ما شاء الله طيب يا شيخ أنا بس برجع للوالدة لأن واضح أنهم أثرها يعني في حياتكم شكل كبير الوالدة دعت لك في يوم الأيام قالت أسأل الله عز وجل أن تكون إماما للمصلين وكان لها قصة لو تفضلت بذكرها الله يحيك إيه القصة هذه إيه مع رئيس الحيئة إيه رئيس الحيئة هو إمام مسجد يصلي في المجمعة نعم وكان يصلي في مسجد الله نصلي في في حويزة على ما يقولون إيه أنا ذاكي وقت ما أعرف أقرأ ولا أكتب سبحان الله إيه وأخذ النصحف إيه وقلب ورقة ورقة وأنا ما لا أقرأ ولا شيء لكن محبة للقرآن إيه شافني واحد من المصلين إيه راح وقال هذا الرجل إيه مطوع إيه كأشوف هذا ما أخذ المصحف العبدة كأروح أخذه من أخذ المصحف من إيه أخذ المصحف مني أنا بكيت ورح ترمي أبكي عندها إيه قالت وش فيك قالت هذا أبو إبراهيم إثميلي إيه أنا أخذ المصحف مني مني وأنا قاعد أنا أبا أقرأ قالت قل يا الله عصاك الصليب إماما في مسجده ما شاء الله والله يا أخي إن هذه الدعوة ما تجاوزت الوقت الكثير إلا والصير جذك لهم صلينا مع الرجل التروح يوم صلينا تعب شوي هو إيه ما بغى أحدا يصلي بدل شوي شوي قال تعال تعال صلي بنا تعال صلي بنا يعنيني ما شاء الله تحقص دعوة الوالدة صليت به هو اللي معه تراويح الجماعة قالوا تكفل على التعدان ما شاء الله ما شاء الله الصوت كان جميل إيه ما شاء الله لكنك حفظت متأخرا يا شيخ الحفظ الحفظ لا متأخر إيه ما شاء الله في أول الأمر لا والله ما نبجي ييد على كل الوالدة رحمة الله عليه لها تأثير عليه في جانب آخر هو الجانب التربوي العملي نعم وهو أنها كانت إذا رأتني شيء من الفتور تقصير أو دكس الكسال أو قالت يا محمد شيف ولد خالد كناصر الصقر يقوم الليل ويصوم النهار ويصر رحم ويتصدق وانت ما تقل ما تتمشي مثله تحفزك ما ها تحفزك أوه تحفيز والله كأنها يعني جرعات يعني طبية ماشا الله شافية قلت إن شاء الله أبشي إن شاء الله وفعلا الحمد لله ماشا الله يعني ستعى درب الرجل هذا أقول البيت يا شيخ هو المحضر التربوي الأول إذا صلح أو البيت والله يا حبيبي هذا الرجل اللي هو ناصر هذا سبحان الله العظيم يعني بر بمه لا يكاد يوصف تأمره يطلق زوج تطلقها على طوب تأمره يفعل كذا وكذا ولو إنه مو في طوقة ولا عندها فلوس يشتري إلا وحقق مطلبها أبشي أبشي إن شاء الله الله يرضى عنه الله يغفر لهم جميعا شيخ فيه أيضا موقف جميل المعلم اللي كتب فيك بيت شعر بيض الله وجهك يد رائعي أو شيء منها هذا أستاذ يدرسنا ذاك الوقت النحو أي وجه المفتش ذاك الوقت كانوا يسلوا مفتشين صحيح على الطلاب والمدرسين صحيح فدخل عنا ذاك المفتش وقال يلقي أسئلة حالة الطلاب والطلاب يحرجون المعلم يحرجون المعلم المعلم مسكين شاب سبيل كان يمشي على عصا وكان مو بس يمشي على عصا وكان منحني من كبر السن سبحان الله لكن عنده علم بحر الشاهد كان كلما يطرح سؤال وأحجم الطلاب عن الإجابة عنه أنا رفعت الصبعي وقلت أنا أجاوب وجاوبت لما خارج المفتش راح وناقش المدرس ليش كذا قال هل أنا أعطيته شيئا من جيبي أنا ما هذا هو هذا علمه وقال وأرجو أن تكون واضحين في الموضوع تركه تركه على كل يوم جاء بالصباح من بكرة يكتب على السبورة بيض الله يا دريعي وجهك مثل ما قد يضت بالأمس وجهي وأنار لك ومولاك وأنار لك المولى فهمك فأنت النسلي والبنينة الشهي ما شاء الله ما شاء الله فرحتت يا شيء زعلوا الطلاب ليش يقول كذا في كل حالك قلت والله أنا والله ما عملت عليه ولا قلت له هذا القريح تجاتت وقال لي ما قال الله المستعان شيخنا لما انتقلت أيضا دراستك في المعهد العلمي كان بناء على توصية من الوالدة لا لكن أنت عارف أن المسابقة في ذلك وقت في الدراسة كانت على أشدها يعني الواحد مننا ما يسمح النفس إلا ويخرج من مرحلة إلى مرحلة نعم بقدر ما استطيع فأنا طبعا طلعت من الثانوي إلى الجامعة بتوفيق من الله ثم من دفاع للدراسة والعلم طيب شيخ في المعهد أيضا كان لكم موقف مع أحد المعلمين المبتدعة فألقيت الكلمة في الجامع بعد صلاة الجمعة هذا مدرس دخل علينا أكثر من مرة قال أنتم السعوديين متخلفون رجعيون ليش قال لأنكم لا تستعملون تحضر الأرواح ولا التنوين المغناطيسي ولا السحر ولا ولا ونساؤكم جالسات في بيوتكم ما تركتوا وتترك تدخل في العمل نعم وهي الحقول يوم طاشت القروب طيشا عبدالله تركي الله يذكره الخير كان موجود لكن عبدالله رزين رزين وثابت ما ما من المتسرعين في الأمور إيه لا والأم أنا ما ما صبرت إيه يوم أنا جايب يدخل عينا المدرس ونصكر قدامه منعتم من دخول إيه منعنا من دخول أنا ومجموعة من السباب إيه أربعه ردمنا الباب افتحوا لي أنا أفتحكم إيه قلنا والله ما تدخله لا الآن ولا بعد الآن روح راح وتكلم مع عثمان حقيل المدير إيه عثمان الله رحمه كان في يعني عقل وحكمة و و يبي يضخم يصاعد الأمور إيه والله يجي قال افتحوا أنا مدير افتحوا قلت والله ما نفتح أنا مديركم ما قلنا ما نفتح قلت رب أفصلكم قلنا افصل نتوكل على الله يوم انتهت الحصة وقت وقفت عليه أنا وبعض الزملاء قلت يا عثمان ولا قلت يا أستاذ أوه يا عثمان لو واحد نسب أمك ولا أباك وقال إنهم كذا وكذا ترضى قال خسئ يقول لا لا سبب الله ورسوله هذا يريد أن يخرج من الدين والأخلاق قلب لك ما لكم حق قلنا قالوا والله لنحك كله وترى نمقررين قرار أنه ما عاد يدخل علينا هذا المهم ما صبرت طلعنا من المعهد وقرب الظهر رئيس المحكم الله رحم علي الرومي جاء برح المسجد ما وضوء ينطف من على اللح يتوي قلت شيخ علي قاسم قلت طال عمرك عندنا واحد من المعهد العلمي يدعونا إلى الردة عن الإسلام وانت طبعا تعرف هذه مصيبة المصائب ولا يمكن صبرها قال من هو يتخذ واحد اسمها عبدالله حمزة مصري قال ما عليش أنا إن شاء الله أشوف الموضوع مع عثمان حقير يعني مدير الله أحب أتكلم عثمان حقير وتعرف عثمان مثل ما قلت هذا الطبع وكذا كان هم دمتمونها ما شفت لها أثر إلا الشيخ علي قال كلمة هي التي لا زالت في ذهني باقية قال إن استحضار الأرواح ما يقدر يسوي ها ولا يعلون عليها هذا الأمير عبدالله الفيصل الله رحمه راح لبنان وقال بأحبك متحذرون روح أمي ونهم جابوا صوت وقش صوت أمه وقال هذه أمك مصدق قال هذه أمي وقال تذكري من تطيح من الفرس قال والله ترصد والله المه عبدالله راح وقال الرشاد في العون هذا رشاد في العون وزيل خارجي طبيب وزيل خارجية وكان طبيب نعم هو ماد المهم قال قال الرشاد في العون رشاد في العون وقال يخصون هذا الكذابين والمهم أنه انه كذبوا وتبين الموضوع أنه فعلا كذب في كذب إلا أنهم تكذبوا فعليا واش سووا قام رشاد هذا ورسم رسم على الطريق من لبنان إلى المدينة إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يلا هذا هنا خلوه حضره حضره يلا حاوله حاوله قال أما هذا فلا نستطيع أبدا أبدا أراد أن يكذبهم كذبهم فعلا فاعترفوا هذه القصة أنا أذكرها أيضا الشيخ علي الرومي ذكرها لك علي ذكرها لي عن رشاد فرعون نعم يريد أن يقنعك بماذا هو من هو الشيخ علي الرومي يقنعك بماذا كذب أستاذ مددد آه أنه يكذب طيب طلع المعلم من المعهد لا أسمع بقية صلينا الجمعة ذاك اليوم واقف في وسط الجمعة المصلين ذاك الوقت ما في المجمعة لجامعة واحد وفيه الناس كلهم القاضي والأمير والشرطة والأمر المعروف وكلها وكم عمرك يا شيخ كان الله أعلم 18 تقريبا شباب صغير المهم والله واقف في المسجد بعد الصلاة بعد الصلاة قلت أيها المسلمون أنتم الآن جئتم للصلاة وعبادة الله ولكن فيه عندنا واحد مدرس يريد أن يخرجنا من ديننا بالكلية في المعهد العلمي ويدعونا إلى الضلال والفساد يوم أننا ضجت الدنيا يوم خرجنا نسجد لقال لي واحد من الكبار الجماعة من هذا وين بيته قلت شوف بيته بيت محمد الحبيب هناك رح خذوا وطلعوا ما ما طلعوا قاموا الكبار الجماعة وبرقوا برقية العبدالطيف آل الشيخ اللي هو نائب الرئيس المعاهد العلمية أبرقوا برقية عن قصة هذا المصري جرد على برقية على طول في الصباح في الأيام الثاني رحلوه رحلوه للرياض خلاص خلاص رحلوه للرياض ومن الرياض إلى القاهرة على طول في لحظة ما يعني شوف شون هذه الحالة نعم تجعلنا نقول يا رب أنصار دين الكثيرون الحمد لله وهذا منهم هذا من فضل الله عز وجل عليكم يا شيخ أنا يا شيخ أريد أن أتوقف عند هذا الجزء في هذه الحلقة المباركة على أن نكمل بإذن الله عز وجل إن شاء الله في حلقة أخرى يا شيخ نعم إن شاء الله أيها الإخوة باسمكم جميعا أشكر ضيفنا صاحب الفضيل الشيخ محمد بن حسن الدرع نتكأكم بحوله عز وجل في اللقاء القادم دمتم في رعاة وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر طيف من الذكرى من الذكرى من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبات لتضيء كالقمار في سيرة عطرة